إزاي تختار مكمل الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إزايكم شباب أخباركم إيه؟ معاكوا كابتن محمد مصطفى مدرب وأخصائي تغزية معتمد دولياً أهلا بيكم في فيديو جديد أستأذنكم قبل ما نبدأ الفيديو ياريتوا حطوا لايك اشتركوا في القناة تفعلوا جرس الإشارات علشان يوصل لكم غل جديد وعلشان خورزمية اليوتيوب ترشحني لناس أكتر والفيديو ده كالعادة برعاية كتابي المرجع الكامل في استخدام الهرمونات وفهم هرمونات الجسم وحوالي الدهون والبيبتايدز والسارمز وكل ما هو متعلق بكمال الأجسام لو عايز الكتاب أو عايز تتابع معايا ياريت تكلمني على الموقع الرسمي ويلا بينا نبدأ الفيديو في الفيديوهات اللي فاتت في سلسلة الأوميجسري شرحت أمور كتير جداً من ضمنهم الفرق ما بين أشكال الأوميجسري وقلت إنهم بينقسموا إلى 3 أشكال أساسيين أولاً حمض الإكوس بنتنوك وده بنختصره إلى حمض الـ DHA ثالثاً حمض الألفا ليونالك أسد وده بنختصره إلى ALA وقلت إن أهم شكل من أشكال الأوميجسري هو حمض الـ DHA فخلينا نفهم ليه هو أهم شكل من أشكال الأوميجسري وليه أنا بفضل الشكل ده تحديداً عن باقي أشكال الأوميجسري كلها في الحقيقة إن 60% من دماغك مكون من أحماض دهنية وجزء كبير جداً من الأحماض الدهنية دي مكون تحديداً من حمض دهني اسمه DHA وفي الحقيقة برضو إن جسمك ما بيقدرش يصنع حمض الـ DHA لوحده للأسف ما بيقدرش يصنعه بشكل طبيعي لذلك بنتطر حصله من الخارج سواء عن طريق الأكل تحديداً من المأكلات البحرية أو عن طريق المكملات الخارجية وبالمناسبة لو أنت نباتي فيجتيريان أو هيجين فأنت في خطر رهيب بسبب إن عدم تناولك الحمض الدهني المهم جداً ده واللي بيكون موجود في الحيوانات فقط الحيوانات اللي حضرك مش حابب تتناولها أصلاً هتقولي بس أنا باكل بزر الشياء بزر اللاقتين والكلام الجميل ده كله هقولك إن دول بيحتووا على أسوأ وأرضق شكل من أشكال الأوميجا سري وهو الـ ALA الـ ALA-Leonolic Acid وفي الحقيقة إن لو الحمض ده ليه أي أهمية في الدنيا فأهميته هتكون إنه بيتحول في الآخر إلى حمض الـ DHA وحمض الـ ABA ولكن للأسف نسبة 10% بس أو أقل من كده هي اللي تتحول إلى حمض الـ DHA والـ ABA وفي الحقيقة إن حتى دهون الأوميجا اللي ممكن نحصلها من اللحوم والدواجن والبيض مش هتديلك أكتر من 50 إلى 100 ميلي جرام أوميجا سري في اليوم دهون الأوميجا وتحديداً دهون أو أحمض الـ DHA مهمة جداً لدماغك مهمة جداً للحفاظ على صحة دماغك للحفاظ على زاكرتك ولزيادة قدرتك المعرفية وقدرتك على التعلم والانتباه وزيادة زكائك بشكل ملحوظ مش بس كده ولكن أيضاً الحمض ده بيقدر يقلم العكسادة والالتهابات اللي ممكن تحصل من الشوارد الحرة في دماغك واللي ممكن تأذي الخلايا العصبية وإحنا عارفين إن الخلايا العصبية لو ماتت ما بيتولدش غيرها وسبب حبي الكبير للحمض ده هو قدرته على تخليق خلايا عصبية جديدة مش بس كده لده كمان بيقدر يعالج الخلايا اللي حصل لها تضرر وفي الحقيقة إن دماغك مكون من 60% منه من أحماض دهنية مش بس كده لأ ده حمض الـ DHA بيكون من 15 إلى 20% من القشرة الدماغية بتاعتك وصدقني دي واحدة من أهم المناطق في دماغك إذا لم تكن الأهم لأن المنطقة دي هي المسؤولة في دماغك عن الوعي والإدراك والإرادة كمان وعلى الصعيد الآخر فعينك أيضا بتحتوي على منطقة بنسميها بمنطقة الرتنا فمنطقة الرتنا دي بتحتوي على خلايا الميلولوبسين ودي الخلايا المسؤولة عن استشعار فوتونات الضوء ومعالجة فوتونات الضوء دي وتحويلها إلى صورة بتقدر تشوفها والحقيقة إن منطقة الرتنا دي برضو مكونة من 60% من حمض الـ DHA وعايزكم تعرفوا حاجة يا شباب إن كل مميزات حمض الـ DHA والأوميجا تحديداً راجع لوجود ثلاث أحماض أساسية والثلاث أحماض دول هما اللي بيكونوا حمض الـ DHA وهما اللي بيدوا الأوميجا السريق قيمتها الرهيبة دي والثلاث أحماض دول بنسميهم بالـ Phospholipens وده معناه بالعربي بالدهون الفسفورية وهما كالآتي أول حاجة ثاني حاجة ثالث حاجة وأهمية الثلاث أحماض دول راجع لأنهم بيشكلوا 70% من محتوى وجسم الخلية وبيساعدوا في تحفيز وتخزين النواقع العصبية وبيساعدوا أيضاً في إرسال واستقبال الإشارات الكهربائية الكيميائية العصبية فبدونهم الخلايا العصبية مش هتقدر ترسل أو تستقبل أي إشارات بينها وبين الخلايا التانية والأحماض الدهنية دي بتقدر أيضاً ترفع من كفاءة عمليات قيد الدهون وتحمي الخلايا من الالتهابات والأكسادة والثلاث أحماض دول يا شباب مسؤولين عن تفعيل عدد كبير جداً من إنزيمات الجسم وبيتواجدوا بنقدر نلاقيهم بكسافات عالية على جدران الخلايا وبيقدروا يتحكموا بشكل مباشر في تركيب وشكل الخلية وقدرتها على التأقلم مع الظروف الخارجية مش بس كده بالدهون دي كمان بتقدر تفعل جينات معينة في جسمك وبروتينات جسمك تحديداً بتقدر تفعل الجينات والبروتينات المسؤولة عن تقليل الإلتهاب والأكسادة وبيحفظوا على عمل بعض الإنزيمات المهمة جداً في الجسم خصوصاً الإنزيمات المسؤولة عن نقل الإشرواط العصبية تحديداً في تنظيم وتفريغ آيونات الكالسيوم في الدماغ والآيونات دي مسؤولة بشكل مباشر عن تحفيز وإفراز النواقل العصبية في دماغها وتفعيل الجينات وتحفيز عمل الميتوكوندريا حتى يتم تخليق طاقة الجسم اللي هي الـ ETB وأخيراً حمضة DHA مسؤول بشكل مباشر عن تخليق وزيادة مستويات عوامل النمو زي عامل التغذية العصبي المستمد من الدماغ واللي بنسميه بالإنجليزي Brain Drive Neutrophic Factor وده أهميته بترجع لأنه بيقدر بشكل مباشر يحفظ تخليق خلايا عصبية جديدة وهو الإنزيم الوحيد أو الجين الوحيد في الجسم اللي بيقدر يعمل حاجة زيه وده بيسمح بتخليق مسارات عصبية كاملة جديدة وشبكات عصبية كاملة جديدة وده في حد ذاته بيوفر مرونة رهيبة جداً في دماغك فالناس اللي عايزة تفهم أكتر في Neuroplasticity هي دي الطريقة وإن شاء الله هيبقى لنا فيديوهات كاملة قدام بنتكلم بس عن Neuroplasticity طيب إحنا قلنا إن الحمض ده اللي هو حمض DHA بيقدر يقلل من مستويات الأكسادة والإلتهاب طيب إزاي بيقدر يعمل ده؟ الحمض ده بيقدر يقل مستويات الإلتهاب عن طريق تقليل إفراز بروتينات الإلتهاب اللي هي COX2 وده اختصاراً للCyclooxygenase وده بروتين موجود في الجسم بيقدر يزود من عوامل ومعدلات الإلتهاب وبيقدر يفرز السايتوكينز ويسبب يعني عاصفها من الإلتهابات وعايز أقول لكم إن معظم مضادات الإلتهاب زي الاسبرين كمثال بتقدر تقلل الإلتهاب عن طريق قمع إنزيم أو بروتين COX اللي احنا قلنا عنه وبكده عرفنا أمور كتير ومميزات رهيبة عن حمض DHA وفهمنا أن ليه بفضل الحمض ده عن باقي الأحماض التانية طيب إذن ليه كل مكملات الأمجة في العالم بيلاقي إن فيها حمض ABA أعلى بكتير من حمض DHA ده بسبب إن حمض ABA أرخص بكتير في تصنيعه من حمض DHA حمض DHA أغلى بكتير وكمان رائحة DHA رائحة عطرية نفازة جداً وزفرة شوية وهيكون صعب على العميل أو الزبون إنه يتخبلها أنا كده خلصت أعتقد أن انت كده خلص فهمت اللعبة فهمت إزاي تقدر تدور على أفضل مكمل أوميجا سري بالعالم هندور على مكمل بيحتوي على نسب DHA عالية ونسب ABA متوسطة ونبعد عن نسب ALA لو عاجب الفيديو يريد ما تنساش تسيب لايك وتشترك في القناة وتفعل جرس الإشارات علشان يوصل لك كل جديد ولو عايز تطفد مني فيديو معين اطلبه في الكومنتات وهربد عليك من هنا للفيديو الجاي أشوفكو على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته